عايز يروح معاك في نادي الزمالك فيما يخص أزمة القيد ما زي أحده السادان والزمالك بيعمل إيه في الفترة الحالية؟ طيب النقطة أخيرة أضيفها بس في الموضوع ده الزمالك بكرة أو بعده بالكتير في اجتماعها مع جوميز عشان قصة الكاس دي فيروحها الزمالك إنه ينسحب مش مطروحة ولكن المطروح إنه يتلعب بالنشئين والزمالك ما عندهش مشكلة نلعب بالنشئين لكن القرار يبقى قرار جوميز جوميز يوم 17-8 مسافر ببرتغال وبالتالي ما فيش جوميز في الكاس وما فيش اللعبة الكبار عبدالله سعيد مرايح بقى له ثلاث مطشاك وزيزو يرجع راح وأغلب اللعبة دي هترايح وما فيش كولر في الكاس وما فيش اللعبة الكبار طبعا وقبت لسانه هو الموقف مشابه فأنت هتلاقي الكاس بالنشئين كلها لعبة سوية نروح للقيد قصة القيد لو تفتكر كريم من إسبوعين لما كنا هنا قلت لك إن الزمالك عنده تفكير إنه يأجل يناير وكم يوم اللي فاته الموضوع بدأ ينتشر خرج بعض أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك نفه هذا الأمر بعد ما قصة أو قضية باتشيكو اتحكم فيها اليوم 31 كنت بس مع مداخلة الزميل الأعلامي أحمد سلام متحدث الرسمي لنادي الزمالك قال لك نقطة مهمة جدا وهي إن القضية اتأجلت ولكن الحكم ما تأجلش انتقال قضية اتأجلت لـ 31 لكن ورد بكرة الصبح يطلع قرار إقاف قيد الزمالك في قضية باتشيكو طيب إمتى الزمالك يفك القيد الزمالك هيفك القيد لما اتحاد القرى يعلم موعيد القيد أصلا عشان الزمالك هيبقى ربي الداب داب بحيث إنه يروح يفك القيد فيقدر يأيد لو طلعوا حكم ما يمثل للزمالك مشكلة فالزمالك بيتحرك آه بيتحرك هيفك آه الأقرب أنه يفك أو الاتجاه الأقرب أنه يفك عشان السوبر الأفريقي ولكن مش هيبقى عدد الصفقات اللي البعض متخيله يعني هي ممكن يبقى تدعيمات فأدية الحدود جدا مهاجم أجنبي مع وينج ليفت مع العيب خط نص مع عودة أحمد محمود يبقى كتدعيم في البكريت مع حسام أشرف عودته يبقى مهاجم يبقى أربع أو خمس لعيبة بالكتير هم اللي موجودين ترجمة نانسي قنقر